السلام يا أبوشة قلبي صباح الخير صباح الحب صباح الأيام السعيدة الأيام الجميلة صباح الرضا والمغفرة والحب وكل الأشياء الحلوة اللي بتشبه عيونك يا أمرها الدنيا حستني مستعجلة صح فالفترة هذه قاعدة أسجل فيها الورشة اللي بإذن الله ناويها أنه أنا أقدمها فعشان شزي حبيت كده أني أخذ فاصل وأتكلم معاكم في الموضوع المهم هذا الأمر اللي راح يخليش تفهمين كثير من الناس حولش أبغى أقول لش يعني لو أنت مثلا كنت في مناسبة أو في عرص أو مسافرة أو في فندق أو عندناس أو أي كان المكان اللي أنت فيه ولقيت إنه شخص مثلا يجيب القهوة أو الشاي أو الكوفي وعنده استعداد إنه يحط حليب أو سكر أو حتى قهوة كده وتلاقيين يحشي المكان بس علشان الأمر هذا مجاني يسوي فوق طاقته فوق اللي يحتاجه أو شخص مثلا يكون مسافر أو الفطور مجاني فتلاقيين إنه لما يجي يأكل تلاقيين عنده استعداد إنه يحط أكبر كمية ممكن يحط أشياء ما يحتاجها فأعرفي إنه الشخص هذا كده قيميه تحت بند إنه الإنسان هذا عنده استعداد للفساد لما مثلا يكون عندنا مناسبة أو عرص أو بوفيه مفتوح أو حتى فطار مفتوح في فندق أو أحيانا يكون الشخص هذا معزوم يعني الفاتورة راح يتفحى شخص ثاني فتلاقيين إنه الإنسان هذا يحط قدامه أكبر كمية من الأكل أو أو مثلا تلاقيين شخص تقولي له أنت معزوم على حسابي فتلاقيينه يبطش بطش بالمنيون لأنه أنت راح تدفعين أو فلان راح يدفع أو مثلا تلاقيين شخص عنده فاتورة مفتوحة سواء كهرباء أو موية فيه ناس ناس تتكفل بهم أنه يعني تتكفل بالكهرب تتكفل بالموية تتكفل بصنف أو صنفين من المواد الغذائية سواء رز سواء سكر فتلاقيين الأشخاص هذولي يبطشون يحطون يدهم لين الكتف لمجرد أنه الأمور هذي فيه شخص ثاني راح يدفع قيمتها فأعرفي أنه الإنسان هذا إذا أتيحت له الفرصة إنه يأكل حق أي أحد فما عندها أي مشكلة لكن ترى مثل الأشخاص هذولي يعتقدون أنه التصرفات هذي تصرفات عادية يعني أنا ممكن أني أكون أتصرف أتصرف هذا أو حتى أنت ترفضين الآن تقولي لا مستحيل يعني ما هو بالدرجة هذي أبغى أقول لش أنه كل الأمور هذي اللي أنا قاعد أتكلم عليها الآن واللي راح تسمعينها كمان في باقي الفيديو راح تظهر لش في الوقت اللي ما يكون على الشخص هذا رقيب ما في كاميرات مراقبة كرا هو يبدأ حرامي صغير علي بابا صغير بعدين يكبر 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 لما يصير علي بابا كبير فالكلام هذا الآن لا تعتبرين أنه كلام موجه لش أنت اعتبري أنه الأمر هذا ينبهش كذا على نقطة سواء كان التصرف هذا يتصرفون هناس قدامش وأنت تشوفينهم فأنتي لازم تحذرين لازم تنتبهين لازم تكون كذا عينش عليهم على طول الأشخاص هذولي ما ينفع أنه إحنا نسلمهم أي أمر خصوصا خصوصا لمدة طويلة يعني لو كان هذا زوج مخليينه مثلا يدير شغلش اللي مثل الإنسان هذا لا تخليين عنده شي لفترات طويلة لأنه مع الوقت يبدأ يمشي كده خطوة صغيرة صغيرة لحد ما يصبح الأمر بالنسبة له عادي وإذا كنت أنت تتصرفين للتصرفات هذه اعرفي وين تودي لما تشوفين أحد قاعد يتخطى الطوابير يعني يلاقي عشرة ولا خمسة عشر واحد ويقوم هو يعديهم كلهم عشان يكون هو الأول أو الثاني اعرفي يا حبيبة قلبي أنه الإنسان هذا عنده إمكانية أنه يتسلق على أكتاف الناس الشخص هذا يا أبوشة قلبي ستجده في المدرسة عادي عنده أنه يغش ستجده في العمل عادي عنده أنه ينسب مجهود شخص ثاني لنفسه الشخص هذا سبحان الله تجده دائما عنده قانون خاص به هو القانون هذا ينص على إيش؟ ينص على أنه مدام أنت سمحت لي عادي أنا أركب على رأسك مدام أنت ما تدري أو أنت مغفل أو أنت طيب عادي أنا أتسلق عليه مدام أنت ما لاحظت معناها عادي هذه مشكلتك أنه أنا أركب على ظهرك ما عندها أي مشكلة أنه يغش ممكن يكذب ممكن يرتشي عشان يوصل إلى منصب معين إذا كنت تعرفين أحد لما يلاقي مثلا فلوس في الشارع أو يلاقي مثلا أشياء مفقودة سواء كانت ذهب سواء كانت أشياء رخيصة أو غالية يعتبر أنه الأشياء هذه أصبحت ملك له من غير ما يسأل من غير ما يبلغ عنها والرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر هذا يقول أنه أنت لو لقيت شيء بمعنى الحديث أنه لازم يمر عليه حولين يعني سنتين لازم تمر عليه وأنتي محتفظة فيه لعل وعسى أنه يطلع صاحب الشيء المفقود هذا وبعدها إيش اللي يصير؟ بعدها ما تأخذه طويل العمر بعدها تسلمه إلى الجهات المختصة لكن اليوم الحمد لله الأماكن اللي تسلم فيها أي أمانات أو مفقودات موجودة في كل مكان فما في أي عذر لأحد يحتفظ بأي شيء ما يملكه لأن الحياة من الزمان كانت قرية صغيرة فالواحد ممكن بس يخد خبر أنه أنا لقيت الشيء الفلاني وممكن فعلا أن يأتي صاحبه لكن اليوم في عوالم صعب أنت تحتفظين بشيء سنة أو سنتين أو تحتفظين فيه دهر كامل وأنه ممكن تلاقي صاحبه وهنا والله العظيم يا بنات ترى يطلع المعدن الحقيقي ويطلع الأصل اللي في الإنسان قبل فترة شفت مقالة راح حط لكم الصورة حقتها أنه في شخص اسمه الحاج حسين الشخص هذا إيش اللي صار؟ الشخص هذا سلمكم الله يعني تقريبا عنده محل يمكن يصلح به درجات أو محل عادي ما أدري لكنه جاه شخص وحط عنده الدراجة حقتها وقال له خليها عندك شوي وبرجع لها فإيش اللي صار؟ الشخص هذا ما رجع ويوم ويومين وثلاثة وأربعة وعشرة ما في أحد جع الحاج حسين هذا لما يفتح المحل يطلع الدراجة ويحطها قدام باب المحل على أمل أنه صاحبه يجي يأخذها لما يجي يقفل يدخل الدراجة جوات المحل ويسكر واليوم الثاني نفس الشيء تدرون كم قعد وهو يطلع الدراجة بشكل يومي ويحطها عند باب المحل جلس 45 سنة ويطلع الدراجة يوميا وما أستحلها ولقى الخلاص لي أبداً وبعدها لما أتوفى حطوا فيه نفس المكان حطوا فيه تمثال تمثال للشخص هذا وتمثال للدراجة وكتبوا تحتها أنه هذا مثال للأمانة وأنه الإنسان هذا احتفظ بالدراجة هذه 45 سنة ترى التكريم ما جاه من البشر ترى التكريم جاه أول شيء من السماء ترى في حديث مرت ثلاث جنازات قدام الرسول عليه الصلاة والسلام فترحموا للجنازة الأولى والجنازة الثانية والجنازة الثالثة فكلما ترحموا على جنازة كان الرسول يقول صدقتم صدقتم فقالوا الصحابة يعني ايش صدقتم يا رسول الله قال لهم الناس شهداء الله في خلقه فأنتي راح تشوفين تاريخ الإنسان راح تشوفين هو حي قبل يموت في الحديث كمان أنه في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جزء من صور الجنة هذه أنه انت تشوفين الإنسان أنه عايش مرتاح مرتاح حتى لو ما يملك شيء تشوفينه سمح تشوفينه طيب تشوفينه متسامح تشوفينه خلوق تشوفين أخلاقه في كل الأحوال في الظروف الصعبة في الظروف السهلة في الفقر في الغناء في الرفاهية وفي الشدة لما تشوفين إنسان بالصورة هذه وكأنه عايش في الجنة لأن الصورة هذه اليوم ما عادها موجودة لأنه الشخص اللي يستحل شيء ما هو له وقيسي عليه كل الأشياء اللي قلناها قبل شوي فاعرفي إنه الإنسان هذا لديه بوادر لصوصية يا أبوشة قلبي لما تلاقين أحد لما كده يجي ويسأل شي عن اسمش تقوله والله اسمي فلانة هيقولش لا 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 وش اسم عائلتكم من أي قبيلها أنتو لأي فخذ ترجعون اللي بعدها عطيني كده من الأخير فاعرفي إنه هذا طويل العمر عنده كده كيس كبير قاعد يسحبه وراه من العنصرية والحياة يا أبوشة قلبي مع أي شخص عنصري سواء كان أب ولا أخ ولا زوج يعني تكاد تكون جحيم والله العظيم يعني لو قلنا إنه زوج أول ماء الطيحين أو تمرضين أو يتشوه جمالش أو تكبرين في السن هذا الشخص ترى ممكن يصير عمره ثمانين سنة وإنتي عمرش أربعين سنة ويقول لا أنه أنتي مو مناسب له العنصري هذا اللي عنده كده تفرقه ترى ما يشوفش ولا شيء ليش لأنه يهمه كده ألمعه يهمه القلتر يهمه النجوم بس ما يناظر للجوهر أبدا فأيا كنت لو أنت أفنيت عمرش في رضاه وخدمته لما راح نكبر راح يتذكر العشرة العنصري هذا ما يتذكر العشرة أبدا هذا يهمه الشكل الخارجي الصورة اللي جوه إن شاء الله زباله عادي بس يتأثر الشكل الخارجي هنا يطيح الكرت يطيح كرتش تماما وتأكدي إنه الشخص هذا عنده احتمالية إنه يساعد أشخاص ويمجدهم ويقدمهم لمجرد إنه هما من عائلة آل فلان لما تلاقيين واحدة تدور لابنها عروسة اسمعي وتقوليش والله إحنا نبغاها حلوة بس ما نبغا مهر كثير نبغاها رخيصة فأعرفي إنه الفئة هذه اللي تبغى تأخذ من غير ما تعطي تبغى تأخذ أثمن بأرخص ثمن فالإنسان هذا عندها استعداد والإنسان هذه عندها استعداد إنها تبيع نفسها للي يدفع أكثر اللي إيش اللي يدفع أكثر ترى الأمانة والشرف والكرامة والإنسانية والقيم والمبادئ والعرف والإنسانية هي الأشياء اللي إحنا نسويها بيننا وبين أنفسنا أي والله العظيم ما هي الأشياء اللي نسويها بس في حضور الناس عشان تعرفين إنه لما تجيش مجتمعات وتقوليش إحنا عندنا فساد ترى محاربة الفساد تبدأ من محاربتها في داخلنا إحنا إحنا أول شيء تبدأ محاربته من لما أنا أشوف ابني الصغير قاعد يتصرف التصرفات هذه أفهمها عشان ما أبلش الحياة فيه وأعرف شلون أتصرف معها كمان محاربة الفساد هذا تجي في إنه أنا أحط عليه المجهر وأعرف الشخص هذا أعرف إنه تصرفاتها هذه لو اعتبرتها أنا تصرفات عادية بعد كم سنة رح أكون في المكان هذا أي واحدة من اللي أنا ذكرتهم الشيء الآن أنت اليوم سكت عليها سواء اللي يتصرفها زوج أو ابن أو أخ وتعتقدين إنها تصرفات عادية مع الوقت رح تتغير أبغى أقول ليش إنه أنت غلطانة والله العظيم لاحظي إنه الطفل يبدأ من مو صغير صغير يعني لو قتلش من الأربع سنوات يبدأ يتصرف التصرفات هذه لأنه ترى إحنا لما خلقنا خلقنا كذا مخلوطين بين الخير والشر ومن النور ومن الظلام ترى هذه فطرة موجودة في كل إنسان ترى كلنا حرامية كلنا سفاحين كلنا غشاشين لكن التربية لما جات بعدين كيف عدلت سلوكنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يميسانه لأنه إحنا كذا مختلفين الله خلقنا لكن أنا إيش دوري؟ أنا إيش دوري كأم؟ دوري إنه أنا لو شفت الإعوجاج هذا إنه أنا أبحث وأسأل إشلون أنا أصلحه بعت إيدي يا أبوشة قلبي وبعد عمري وحشاشرت يوفي إنه إحنا هنا وصلنا لآخر شيء لو عجبش الموضوع فحطي لي شزي لايك من يدش الحلوة وآخر شيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أنا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومع السلامة وفي أمان الله